عمال الكادحون ملح الأرض قطعا هم عاول البناء في كل المجتمعات والسودان الذي عرف الحركة النقابية بوجهها الرسمي منذ خمسينيات القرن الماضي كساحة من ساحات العطاء يعلم الجميع علو وكعبه في هذا المضمار اتحاداته النقابية اليوم تنفي وجود أي جسم يتحدث باسم العمال والمهنيين غير تلك التي ينظمها القانون وما سوى ذلك أجسام افتراضية لا وجود لها إلا على الأسافير على حد تعبيرهم جمع المهنيين هو جسم افتراضي جسم موجود عبر الفضاء الاسفيري جسم ليس له قيادات واقعية موجودة على واقعنا المعاجدة بل هو جسم وهمي وقير شرعي نحن لدينا مؤسسات شرعية وقانونية ودستورية وهي النقابة العامة للمهنة الطبية والصحية معنية بأمر العاملين كلهم من الأطب لحد أزقر عامل في المؤسسات الصحية بالإضافة لأنه توجد اتحادات مهنية دستورية شرعية ماخدة دستورية من مسجل عام تنظيمات العمل وعبر لوائح وقوانين مجازة عبر البرلمان وعبر رأسة الجمهورية الاتحاد المهني للمعلمين يرى أن الاهتمام بتطوير المهنة وخدمة قضايا المعلمين والتي من شأنها قدمة المجتمع برعاية النشء هي المعركة الحقيقية التي يجب التواضع عليها في كل الظروف نحن نسمع بتجمع المهنين لكن هذا الجسم هو جسم غير شرعي وغير قانوني وهو يحاول أن يزوج بالقضايا المهنية في معترك السياسة والذي له مياذينه المختلفة فنحن رسالتنا لكل الناس أنه للسياسة مياذينها وللسياسة محتركاتها ولكن المهنيين عندهم قضاياهم هذه القضايا لها إحسام شرعية تتحدث عنها بشكل كبير وهي الاتحادات المهنية عموما وبالنسبة للمعلمين فإن الجسم المهني الذي يتحدث عنه هو الاتحاد المهني العام للمعلمين السودانيين كما أسلفت ورسالتنا أيضا لأولياء الأمور وإخواننا زملاء المهنة بأن يبعدوا وينؤوا بأنفسهم خاصة زملانا ينؤوا بأنفسهم عن المعتركات السياسية ونهتم بغضايانا المهنية التي تحتاج منا إلى الكثير اتحاد عام نقابات السودان بحسب وجوده في الاتحاد الدولي للعمال أكد أن الحوار هو الوسيلة المتعارف عليها في حلحلة قضايا العمال مشيرا إلى أن التحديات التي أفرزتها ثورات الربيع العربي لا زالت ترهق كاهل الاتحاد الدولي إذا أمعالجتها الجراحات والمآسي الكبيرة جدا الأفرزت ثورات الربيع العربي الآن نحن بنلمل في أطرافه وبنفتكر أن العمال مفترض يكون جسم قوي متين ويكون جسم متماسك والحمد لله قطعنا شرط كبير جدا الآن نحن في المسألة وقادرين يكون عندنا صوتا نحن كاتحاد عام نقابات عمال السودان داخليا في السودان هنا دا إغليميا على مستوى الأفريغي عربيا على مستوى اتحاد الدولي نقابات العمال العرب الاتحادات المهنية ونقاباتها المتصلة بعلاقة تنسيقية مع الاتحاد العام لنقابات العمال بدوراتها المعروفة تؤكد سعيها لبدل كل الحلول الموضوعية لتجاوز راهن الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الاستقرار بمفهومه الشامل مصطفى عبيض الله الشروق الخرطم ترجمة نانسي قنقر